بدنا نعيش بدنا لعالم كله يشوف حجي في الزيب سلام عيش من غير عم في حصار وقوط أرفع على مكفوق يا بلاد من عروجي ودمي لحروف بدنا نلعب بدنا نعيش بدنا لعالم كله يشوف أرفع على مكفوق يا بلاد من عروجي ودمي لحروف بدنا نلعب بدنا نعيش بدنا لعالم كله يشوف بدنا نلعب بدنا نعيش بدنا لعالم كله يشوف حق تغزي بس لما عيش من غر عنف حصارة طول على دلعونا وعلى دلعونا وحنا بنحب اللي بيحبونا على دلعونا وعلى دلعونا وحنا بنحب اللي بيحبونا يهلا وحيا الله باللي أجونا والله بطل تكون كحل عيون أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا إذن شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقدم كبير لمنتخبنا الفلسطيني حيث تقدم 21 مركز في التصنيف الجديد لصدر يوم الخميس الماضي حتى نتحدث عن هذا التقدم وهذه القفزة الإيجابية لصالح منتخبنا مرحب هنا بأستاذ تيسير نصر الله الناطق الرسمي باسم الاتحاد الكرة الفلسطينية صباح الخير صباح النور أنا كنت أتابع بعض صحف والمواقع العربية والعالمية واللي قالت أنه أصعود المرعب للمنتخب الفلسطيني وبالتالي هذا أصعود يضع لنا مكان مرموق في هذا التصنيف العالمي ودليل أيضا على التقدم والتطور والاحترافية اللي وصلنا لها في المنتخب الوطني نعم وهذا يشكل تحدي جديد للاتحاد الفلسطيني لقرة القدم عندما تصل إلى هذا المستوى وهذا تصنيف عالمي وكل شهر تقريبا يتم تنظيمه وعندما يقوم الاتحاد الفلسطيني لقرة القدم بتنظيم وإنجاز كافة البطولات دور المحترفين يعمل بانتظام هنا في فلسطين دغم كل شيء رغم ما أنا جئت الآن من نابلس وقمت بطرق التفافية حتى استطعت الوصول بصعوبة بالها نتيجة الحواجز وجنود الاحتلال يضعون الحواجز في الطرقات دور المحترفين يعمل بانتظام والاحتراف الجزئي أيضا والدور النسوي بدأ بالإضافة إلى المشاركات الخارجية نحن نستعد خلال الأيام القليلة القادمة للسفر إلى الجزائر لملاقات المنتخب الجزائري بمناسبة الأول عربيا نعم ولكن هذه مباراة ودية هم يحتضنون فلسطين الآن في مباراة ودية سيكون لها صدى كبير بالإضافة إلى فقرات أخرى ليس فقط مباراة قرة قدم سنجريها هناك وإنما أسبوع من العمل الثقافي والرياضي والفني سيقوم به الاتحاد الفلسطيني القرة القدم مع أشقائنا في الجزائر إذن هذا الانتظام بالإضافة إلى المشاركات الخارجية وأيضا نحن تعلمين أننا نلعب في دور كأس العالم وأيضا كأس أمم آسيا الذي سيجري عام 2019 في الإمارات وكأس العالم في البرازيل سنة 2018 صحي نعم فلذلك ففلسطين قطعت شوط مهم في مبارااتها مع المجموعة التي جاءت بها وهنا نسأل ما الذي تغير حديثا عن الوضع السابق يعني تحسنت إمكانيات المنتخب صرنا نشارك أكثر في بطلات عالمية هل المدرب هل هو إشراف الاتحاد الكرة الفلسطيني هل هي الرغبة والإرادة والتصميم يعني ما الذي تغير في بنية منتخبنا حتى يعني ذهبنا هذا المنحة والاتجاه الإيجابي يعني هناك أولا أن الرياضة رسالة وطنية يعني هذه في عقيدة الأسرة الرياضية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لقرة القدم ثم أيضا ما يقوم به اللواء جبريل رجوب أيضا هو ينطلق من عقيدة وطنية حتى في ممارسة الرياضة ونحن نستطيع من خلال ذلك أن نوصل رسالتنا الوطنية بوضوح وأنت تدركين أهمية قرة القدم وهي معشوقة الجماهير يعني اهتمام العالم بها هذا مهم أنا أعتقد أن هذا هو الأساس بالجسبة إلينا رغم أننا نعيش في ظروف غاية في الصعوبة ولكن لدينا إرث طويل يمتد إلى مئة عام عندما تم تشكيل الحركة الرياضية الفلسطينية مرت في مدوى جزر يعني كانت قبل النكبة قبل عام 1948 كانت الحركة الرياضية الفلسطينية والأندي الفلسطيني والاتحاد الفلسطيني لقرة القدم كان ينشط ويعمل وكنا نشارك في بطولات عربية وغيرها جاءت النكبة فضربت يعني كل شيء بما فيها الرياضة وبعد ذلك يعني نهض من جديد استعدنا عفيتنا شوي شوي الفلسطيني وبدأنا نعيد يعني انتاج الرياضة من جديد في يعني الذين سبقوا هذه المرحلة ولكن الآن ما الجديد يعني أن الانتظام للبطولات الفلسطينية المحلية مستمر منذ يعني عام 2008 وأنت تقومين بالاحتراف ورغم خطورة ذلك كان في البداية وصعوبته وعدم تفهم حتى الرياضيين والأندي الرياضية لمفهوم الاحتراف لأنه يعني مكلف ولأنه بده تفره وبده ملاعب وبنية تحتية لم يكن هذا متوفر في البداية ولكن يعني مع العزيمة مع الإصرار هناك الآن ثلاث ملاعب دولية يلعب عليها المنتخب الفلسطيني ويستطيع أن يستضيف أندي من الخارج هنا العبرة الملعب البيتي الذي أصبحنا كفلسطينيين نفتخر فيه موجود عنا تحدثت عن ثلاثة ملاعب رئيسية موجودة لدينا في فلسطين لم نعد نضطر إلى الذهاب إلى ملعب محايد حتى نشارك في المسابقات العالمية موضوع الملعب البيتي كيف أثر في موضوع الفيفا والتصنيف وعطى الثقة في فلسطين وقدرتها على تنظيم البطولات نعم أهم إنجاز حقق بالنسبة إلينا هو الملعب البيتي أنا أعتقد أن هذا هو الإنجاز السيادي المباشر التي تستطيع أن تقول أن لديك سيادة هنا على أرضك يعني احترامنا لكل المظاهر السيادية التي حصلنا عليها وهي مهمة في الإطار المعنوي ولكن الإطار المادي لا أنت تقول أن لدينا ملعب بيتي فلذلك نحن حافظنا وسنحافظ على هذا الملعب البيتي لأنه أولا يوفر على لاعبين بدل أن يقوم الفريق والمنتخب بالذهاب إلى أي دولة أخرى مشقة السفار والتنقل والمطارات وهذا مسموه له وهذا ممنوع وهذا الإداري يسمح له وهذا لا يسمح فلذلك نحن استطعنا من خلال الملعب البيتي أن نوفر هذه الحاضنة للرياضة لقرة القدم دعيني أقول لأني أتحدث الآن عن قرة القدم لا أتحدث عن الرياضات الأخرى على أهمية ما يتم فيها ولكن الملعب البيتي هو أساس هذا الانطلاق الجديد للرياضة الفلسطينية وتأسيس ملاعب دولية في فلسطين ونحن بحاجة إلى ملاعب أخرى أنت تتحدثين عن ملعب الجامعة الأمريكية في جينين يتم احتضان مباريات به وملعب الشهيد فيصل الحسيني بن رام وملعب دورة الدولي هذه الملاعب الثلاثة ولكن غزة أيضا تفتقر لذلك نحن بحاجة إلى سادات رياضية في غزة وأيضا هنا في الضفة الفلسطينية يتم التحضير والاستعداد أيضا لافتتاح ملاعب بهذا المستوى لأننا إذا استطعنا أن نوفر هذه البنية التحتية أنت تصبح جزء من منظومة الفيفا كما يلعب البرازيلي في ملعبه وأنت تذهبين إليه هو سيأتي إليك هنا يلعب معك ونحن ننتظر الآن تيمور الشرقية في شهر ثلاثة مباراة كأس يعني دوري كأس العالم وأمم آسيا وسنذهب أيضا في شهر ثلاثة إلى الإمارات لنلعب يعني بقي لدينا مباراتين وهذا مهم هذا الترتيب في الفيفا أيضا يضع علينا مسؤوليات يعني إحنا مبسطين أنه قفزنا 21 ولكن دائما طموحنا نحو الأمام يعني إحنا صعدنا ولا نريد أن نتوقف صحيح؟ نعم هذا الميزان يطلع ويحبط يعني الفيفا أكثر من 200 دولة عضو في الفيفا بينما الأمم المتحدة تجد 194 دولة يعني الفيفا لديه دول أكثر من الأمم المتحدة وفي كل شهر يتم تنظيم هذا التصنيف وإعداده الآن نحن أصبحنا 110 أول ما بدأنا 195 كانت في الأواخر نعم في الأواخر وقبل ذلك كنا 125 الآن أنت تتكلم عن 110 لما فزنا بكأس التحدي كان هناك يعني كنا 185 فلذلك كل ما أدينا صح وكل ما كان أمامنا تحديات يعني استطعنا تجاوزنا كل ما استطعنا بإذن الله وننتهت تماما مضطرين نروح لمجز الأخبار تيسير نصر الله نتقرسني باسم اتحاد الكرة الفلسطينية شكرا إلك وفي أمان الله مشاهدي